القناة الإخبارية الجديدة صوت الشاب واحد شرطة على السطر بوفون ثالث أكثر حارس حفاظا على نظافة شباكه في تاريخ دور الأبطال بـ 47 مباراة 2 شرطة على السطر موناكو فشل بالتهديف على أرتهلي أول مرة في كل المسابقات منذ 42 مباراة منذ نوفمبر 2015 خمسة عشر ثلاثة شرطة على السطر آخر 69 تسديد على اليوفنتوس في دورة أبطال أوروبا باءت بالفشل 14 شرطة على السطر اليوفنتوس لم يتلقى في دورة أبطال أوروبا هذا الموسم سوى هدفين خمسة شرطة على السطر لوفون لم يتلقى أهداف في دورة أبطال أوروبا منذ 531 دقيقة 6 شرطة على السطر اليوفنتوس وجه برشلون وموناكو أقوى هجوم في أوروبا بالأرقام حيث سجل هذا الموسم 302 هدف عبر 172 دقيقة ولم يسجل فيه 7 شرطة على السطر ولا فريق تأهل بعد خسارته بفريق هدفين على أرضه في ذهاب دور أقصاء من دور الأبطال 8 شرطة على السطر اليوفنتوس لم يخسر في آخر 49 مباراة على أرضه في كل البطولات وانتصر في آخر 17 مباراة على التوالى فهل يستطيع موناكو فعل المعجزة؟ 19 شرطة على السطر اليوفنتوس حفظ على نظافة شباكه في 6 مباراة متتالية في دور الأبطال المرة الأولى 10 شرطة على السطر اليوفنتوس لم يتلقى أهداف في 5 مباراة على التوالى في الأدوار الإقصائية هذا الموسم 11 شرطة على السطر موناكو فشل بالتهديف للمركة الرابعة في 58 مباراة هذا الموسم وللمرة الأولى في 30 مباراة على أرضه 12 شرطة على السطر جانل ويجيب يوفون هو أول لاعب من اليوفنتوس يصل إلى 100 مباراة في دور الأبطال 13 شرطة على السطر هيجوين أول لاعب من اليوفنتوس يسجل هدفين في نصف نهائي دور الأبطال منذ 1999 14 شرطة على السطر لأول مرة داني الفيس يصنع هدفين في مباراة واحدة في دور الأبطال 15 شرطة على السطر هيجوين سجل ثنائية للمرة الثانية في دور الأبطال 16 شرطة على السطر هيجوين سجل واحد وثلاثون هدفا هذا الموسم مع اليوفنتوس وهو أول لاعب يصل لهذا الرقم مع اليوفنتوس منذ 2002 17 شرطة على السطر هيجوين لعب 25 مباراة إقصائية في دور الأبطال سجل فيها أربعة لأهداف 18 شرطة على السطر هيجوين 7 أرجنتينا يسجل في سيمي فينال دور أبطال أوروبا 19 شرطة على السطر هيجوين لأول مرة يسجل في دور إقصائي في دور الأبطال منذ سبع مباريات 20 شرطة على السطر اليوفنتوس أصبح ثالث فريق في التاريخ يحافظ على نظافة شباكه في خمسة مباريات على الطوال في مرحلة خروج المغلوبة في دور أبطال أوروبا ولكن من حقق ذلك من قبل خسر اللقب في النهائي وهما الميلان 2005 والأرسنال 2006 21 شرطة على السطر ريال مدريد واليوفنتوس الفريقان الوحيدان الذاني لم يخسر في دور أبطال أوروبا حتى الآن 22 شرطة على السطر دان الفيس هو أكثر لاعب صناعة للأهداف في اليوفنتوس في دور أبطال أوروبا لهذا الموسم بثلاثة سيس 23 شرطة على السطر دان الفيس يصل للمباراة رقم 42 له في البطولات الأوروبية تصنيفات الخبر اليوفنتوس دور أبطال أوروبا موناكو إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك صوت الشعب